ترجمة نانسي قنقر وقد تطرقت الجلسة الحوارية إلى عدد من المحاور المتصلة بالتعليم وصنع القرار حيث استعرض سعادة وزير التربية والتعليم العمليات التعليبية التي تنفذها مبلكة البحرين في التعامل مع البيانات والإحصاءات التربوية ومن ذلك نتائج الاختبارات الدولية وطريقة الاستفادة منها في تحليل واقع المناهج الدراسية وطرق التدريس ومستويات الطلبة كما تطرق الوزير إلى أليات إعداد المعلمين والتحديات التي تواجهها الأنظمة التعليمية في معالجة تفاصيل عمليات التحصيل الأكاديمي داخل الفصول الدراسية ودور التغذية الراجعة في التعامل مع التمايز والفروق الفردية